أهلا بحضراتكم مرة تانية برحب بحضراتكم وكمان بنرحب بدفنا النهاردة في المحترف الناقد الرياضي المتميز وخبير القرى العالمية الناقد الرياضي أحمد مجدي مساء الخير عليك يا بحميد مساء الخير يا كابتن وحشنا وعلى طول مطلق كده حبيبي حبيبي منوارنا يا أحمد ودايما بتشرفنا وبتساعدنا بوجودك ربنا خليك يا كابتن أحمد خلينا نكلم على المحور الأولاني محور كاس العرب خلاص وصول أربع فرق لدور قبل النهائي في بطولة على مستوى التنظيم على مستوى الفني على مستوى يعني الشكل العام يعني بطولة كبيرة جدا وبطولة رائعة شفت دوري لتمانية زي شفت المباريات قبل طبعا وصول الأربع الكبار في كاس العرب شفت المباريات ازاي بداية زي عطفا على كلام حضرتك بحب أكد على روعة التنظيم بتاعة بطولة كاس العرب لأن دي كانت البروفا اللي فيفا عايزة تشوف منها كل نتائج منح قطر منديال 2022 لأنه لما تستضيف الفرق العربية بالجاليات العربية الكبيرة اللي هناك بتكاليف الإقامة بتدابير استقبال ناس من برى قطر ودي كانت النقط المسيرة للقلق عند فيفا لأن مساحة دولة قطر صغيرة والإقامة مش مطمئنة قياسا للدول اللي استضافت كقوس العالم قبل كده فلما لقيت الملائة مجهزة بالشكل ده طريقة الإقامة طريقة التنقلات مع دول لها جماهير كتير جدا جدا جوة القطر فدي كانت بروفا واستبدالها بكاس القرات أعتقد أنه كان سبب النقطة دي أنه الاطمئنان على كل التدابير الإدارية المتعلقة بكاس العالم 2022 وقطر أثبتت في الوقت ده أنه هي جاهزة لاستقبال المنديال ولكن اللي كان مفاجئ هو المستوى الجيد للغاية اللي ظهرت بالمنتخبات مع أنه كان كله جاي بالمنتخبات الرديفة أو بعناصر كتيرة منقصة منها ودي النقطة المميزة جدا واللي خلت البطولة لها شكل ممتاز جدا بالنسبة لما تشط دور التمانية فكانت المفاجأة للأسف كان ممكن تحصل معنا نحن المفاجأة الوحيدة اللي كان ممكن تحصل هي ظهور المنتخب مصر في الشروط الأول من ماتش الأردن بالمستوى الهزيلة الكويس أننا تدركناه في الشروط الثاني ولكن باقي النتائج جاءت منطقية إلى حد كبير يعني تشايف الأربعة فرق اللي وصلوا تكلم على الجزائر قطر مصر وتونس يعني لو قبل البطولة كنا قلنا مصر والجزائر وتونس وقطر هيوصلوا دور الأربعة ما كانش حدها يستغرب من الترشيحات دي وعلشان كده دور التمانية جاء منطقي لدرجة كبيرة جدا